اشتركوا في القناة القمر اليوم رح يستقر بشكل كامل في فرج الحوت رح يكون هو طبعا في منزلة الأخبية رح ينتقل من منزلة الأخبية لمنزلة المقدم طبعا في ساعات الصباح بما أنه رح يكون في منزلة الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح ينكذ فيها حتى تمام الساعة 3 و 42 دقيقة صباحا لا ينتقل بعدها إلى منزلة المقدم وهي منزلة جيدة للثبات والسلامة والمحبة وحكينا أنه احنا بفترة خلو المسار خلو المسار هذا رح ينتهي مساء هذه الليلة اللي هي احنا في ليلة طبعا ليلة 25 على 26 فعشان هيك بظل خلو المسار هذا لغاية الساعة 8 و 17 دقيقة بتوقيت جرينيتش زي ما ذكرنا وبعدين بكون انتقل واستقر بشكل كامل في برج الحوت وهذا بيعني أنه ما زلنا احنا في فترة فترة خلو المسار وهي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار والقمر طبعا الساعة 8 و 17 دقيقة من مساء هذه الليلة اللي هي زي ما حكينا ليلة 25 على 26 بنتقل وباستقر بالحوت فعشان هيك رح تكون التوقعات كلها عن الحوت بما أنه القمر رح يكون في الحوت فبتلعب الناحية الروحية أو الروحية دور بارز في حياتنا هاي الفترة وخصوصا جميع موليد الأبراج مش بس الحوت لحالهم في بعض الأوقات منشعر بالضياع وما مننجح بالتركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بنزو جانبا وبيضرف الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين يا بيتغيبوا عن عملهم يا إما أنهم يتمارضوا يا إما نتيجة المرض أو شعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة نقع في حبال الغرام مغسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية أول زاوية فلكية رح تتشكل هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وعطارد وهي رح تكون في تمام الساعة وحدة وتسعة وخمسين دقيقة فجرا نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر والشمس وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا فمنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء نتيجة تغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي آخر زاوية هي زاوية التزديث إيجابية رح تكون بين القمر وأورانوس رح تكون في تمام الساعة ثنتين وثلاثة واربعين دقيقة يعني تقريبا منقدر نحيها يبتيجي عند العصر يعني اتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبما أن القمر رح يكون موجود في الحوت معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم ثمانية وعشرين عشرة رح يبدأ في تمام الساعة اتناعش وستة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية واربع واربعين دقيقة صباحا لينتقل إلى الحمل اما بالنسبة لعمر القمر فالقمر المحدب عمره عشر ايام في تمام الساعة اتناعش وسبعة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بيصبح احد عشر يوم نسبة الاضاءة خمس وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش المزاج سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية القمر في الدلو بده ينتقل للحوت حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة المزاج سعيد ولكن من بعد ساعات الظهر بتقل نسبة السعودة تبعته بظل سعيد ولكن بنسبة عشر في المية عطارد في العقرب ومن ثم الى الميزان بيتراجع طبعا ضايله اكم يوم وبيتراجع رح يظل بعملية التراجعها الى غاية يوم ثلاث احداش المزاج منتحس بنسبة خمسين في المية اما بالنسبة للزهرة فطبعا هي في العذراء حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة مزاجها سعيد بنسبة خمس واربعين في المية اما بالنسبة للمريخ فهو بالحمل بيتراجع حتى يوم ثلاث عشر احداش منتحس بنسبة خمس وثلاثين في المية المشتري في الجدي حتى يوم تسعت عشر اتناعش منتحس بنسبة عشر في المية بسبب الزوايا اللي بيشكلها اما بالنسبة لزحل في الجدي حتى يوم سبعت عشر اتناعش مزاجه سعيد بنسبة خمسة عشر في المية اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم أربعة عشر واحد الفين وواحد وعشرين مزاجه منتحس بالنسبة تصل عشرة في المية وبعد مرات بصير ممتزج وخصوصا مع زاويته مع القمر اليوم يعني بنعطي نوع من الامتزاج بالطبع بالنسبة لنبتون طبعا في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين حداش مزاجه برضو ممتزج بلوتوف الجديد مزاجه سعيد بنسبة خمستاش في المية وصلنا للتوقعات اليوم برج الحمل ابتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا راغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وإخلدوا للراحة انت في هاي الفترة بأضعف وأقل أيام الشهر حض لأن الخمر موجود في بيت المتاعب أهمش إنك ما تراهن على الحضوض أبدا وما تحسم أمر وحاول إنك تضبط عصابك بتنيل للهدوء والبعد عن الصخب بالفترة هاي اتوقع إنه يكون هناك نوع من أنواع الفوضى أو تأخير أو خسارة خلال هذا اليوم رغم سعادة القمر في بيت المتاعب اللي هي بتعطيك بعض الفرص اللي هي ممكن تيجي على شكل مساعدة مفاجئة بتيجي في ظروف صعبة يعني أحد الأشخاص بساعدك أو أحد الأشخاص بدعمك في مسألة ما وممكن تتجاوز مخاوف ما لها أي أساس خلال هاي الفترة طبعا برضو الشمس بما أنه برضو موجودة بقوة وهي سعيدة بس مش في برج حليف لا إلك عشان هيك هاي بتعطي شوية أرباح عن طريق شراكة أو زواج أو تركة وبرضو بتزيد من اهتمامك بالمواضيع الروحانية أو الروحانيات بمعنى آخر الزهرة برضو بتعطيك نوع من أنواع الإنسجام بكون قوي جدا بالوسط المهني وممكن تجيب بعض العمل لبعض الأشخاص أو مساعدة بين بعض زملائهم أو رؤسائهم بالعمل وبتمتعوا بصحة جيدة يعني بمعنى آخر يعني رغم أن الحمل بضعف من وجود القمر في بيت المتاعب إلا أنه في بعض الكواكب راح تدعمك بشكل قوي أهم إشي أنك تمسك عصبيتك تسيطر على نفسك تحاول أنك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء حركتك من بعض الأشياء الصعوبة هو أكثر إشي راح يكون ظاهر عليك اللي هو المزاج السيء ونفاذ الصبر شوي بتكون عندك هيك نوع من أنواع الرغبة أو القدرة على نزاعات مع المحيط أو سهل جدا استفزازك بالفترة بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم أطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك الفترة هاي بتحمل نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم مش إنك ما تبقى وحيد وحاول إنك تخرج للقاء الناس أهم نقطة إنه الشمس برضو هنا تعطيك نوع من أنواع القوة اللي بتخليك أنك ترغب اليوم بالقيام بدور اجتماعي ممكن تحقق نوع من أنواع الاستقرار أو الأمن بفضل شراكة أو زواج فترة برضو هاي مناسبة لتحسين العلاقات الزوجية أو الأمور اللي إلها علاقة بالشركاء خصوصا في مجال العمل وبتحمل نوع من أنواع الفرحة أو الأشياء اللي إلها علاقة بالجمعات أو اللقاءات أو الأفرح برضو علاقات الصداقة هاي فترة جيدة بسودها نوع من أنواع التقدير والثقة المتبادلة الزهرة برضو بتمنحك نوع من أنواع القدرة أو هاي فترة مناسبة بمعنى آخر لتمتين روابط المودة والعلاقات والمعاملات المالية السيء طبعا إحنا ذكرنا كل إشي جيد ولكن أهم إشي أنك تنتبه من بعض الخلافات والنزاعات اللي ممكن تكون مع الشركاء أو مع زوجتك بمعنى آخر سوء تفاهم أو حدية بالطباع أو بعض الاستياء لأنه شوي الفترة هاي بزيد نوع من أنواع العنف عندك أو فضاتك في بعض الأوقات بطريقة التعامل مع الآخرين فعشان هيك بدك يتراقب ردات فعلك وعصبيتك وحديتك وإنفعالك على أتفه الأسباب برج الجوزاء بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل فترة مناسبة للي بيبحث عن عمل أهمش أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية الفترة هاي يعني فيها نوع من أنواع الصعوبة والتهديد لا يشيله علاقة بالسمعة فحاول أنك تحافظ على سمعتك قدر الإمكان طبعا الشمس بتخلي فيه نوع من أنواع الزيادة لحبك للعمل أو بتجيب لك مجالات للعمل جيدة وممكن تبدل بعض الجهود اللي تكافى عليها الأهمش أنك الفترة هاي بتحتاج للتجديد خصوصا على مستوى محيطك فترة مناسبة لإجراء تغييرات قوية على مستوى العمل برضو القمر بعطيك نوع من أنواع الشعبية اللي ممكن هيك تخلي أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق منها بعض أنواع النجاح اللي يكون لصالحك برضو زهرة لا تنسى أنها برضو إيجابية وهاي تعطي الحياة المنزلية بتكون ممتعة رغم أنه في بعض الخلافات ولكن في هاي الفترة حاول أنك تستغلها للتقارب العائلي بشكل كبير وممكن تحمل نوع من أنواع الفرح أو الإنسجام أو اهتمامات عائلية فترة مناسبة برضو الحصول على أرباح عادة بتكون من الأمور اللي إلها علاقة إما بالتصليحات أو الأمور العقارية أو الأمور اللي إلها علاقة ببعض النشاطات العائلية يعني نوع من أنواع الدعم أهم نقاط لازم تحذر منها بدك تنتبه من الجدال والدخول بالجدالات أو النقاشات وخصوصا مع الأصدقاء الفترة هاي بتحمل برضو نوع من أنواع التوتر مع بعض رفقاء العمل وحاذر من الأغلاط أو الأخطاء الناجمة عن عدم الانتباه في مكان العمل هدولة أهم التحذيرات اللي أنا بحذرك منها وبرضو ضبط العصابة أثناء التعامل مع أفراد العائلة مطلوب برج السرطان يوم مناسب لللي بيعملوا في مجالات خصوصا لها علاقة بالدراسة أو السفر أو الجامعة وبتنجحوا في مجالات السفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحباؤكم أهم يش أنك ما ترتج العمل وما تستخف بالواجبات الأضواء بتكون مسلطة عليك أهم يش أنك تكون جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جدا لازم تستغلها وخصوصا بكل شيء له علاقة بالتعامل مع الأجانب أو الدراسة الجامعية أو الامتحانات أو السفر أو التنقلات أو المشاريع الكبيرة كلها هاي دعملة إلك بالفترة هاي حاول أنك تستغلها وبرضو الزهرة بتعطيك نوع من أنواع المرح وتعطيك هيك خفافة الظل أو بتكون مرح جدا ومقرب للجميع ومحبوب ومرغوب من الجميع برضو عندك قدرة عالية جدا على الإقناع والاتصالات والتنقلات والتواصل مع الأقارب مع الإخوة يعني الأجواء تقريبا جيدة الشمس برضو بتمنحك تقدير الجنس الآخر وبتحقيق لك نوع من أنواع النجاح في مشاريعك برضو بتدعمك في بعض الحضوض والمعاملات وخصوصا على مستوى العائلة العقارات الأبناء الأحبة الترويح عن النفس التسلية كلها هاي أجواء جيدة ولكن مش كل إشي جيد لأنه في أشياء برضو سلبية لأنه الفترة هاي بتخليك شوي متردد وممكن شوي هيك تسمع بعض الأخبار اللي مش سارة تتعلق في أحد المقربين لإلك أو يا أحد أفراد العائلة الخاصين جدا برضو بتزيد من عدوانيتك واندفاعك في بعض الأوقات وممكن شوي هيك تفقد السيطرة على حالك في بعض اللحظات أثناء التعامل مع الشريق برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية حاذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنت بحاجة لاستشارة ذوي الخبرة ممكن تعالج أمور مالية أو إرثية أو تنشغل بالتخليص أو تخليص معاملة رسمية أهم شيء أنك ما تتذمر الفترة هاي برضو بزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية بشكل كبير وهاي فترة مناسبة للنجاح على المستوى المالي والحصول على أشياء ممكن أو وضعيات أو داعم معين ممكن يكون مربح لإلك برضو بتحملك نوع من أنواع السعادة على المستوى العائلي وعلاقات عائلية جيدة الفترة هاي برضو ممكن يعني يجيك نوع من أنواع الدعم من أشخاص مقربين أو أشخاص ممكن شوي هيك يدخلوا بشكل مفاجئ لحياتك فترة مناسبة برضو لحيازة ممتلكات أو شراء عقار مثلا أو استئجار بيت أو ترحيل أو أشياء من هذا النوع وممكن تحقق بعض النجاح الشخصي ولكن السلبيات الآن اللي بدأ نحذر منها شوي بتخلي في بعض سوء تفاهم مع مقربين من العائلة أو مع أشخاص من العائلة نفسها زي سوء تفاهم أو هاد رغم إنه في إيجابية جيتك إلا إنه عطارد برضو في نفس البيت عشان يكي بيشكل نوع من أنواع الإرهاق العصبي أو سوء التفاهم بالفترة هاي وبرضو بدك تنتبه بشكل كبير من المريخ اللي بيقول لك تجنب التعامل مع الغرباء وكون حذر أثناء التعامل معهم وأثناء أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وإذا كان عندك امتحان جامعي أو مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوظ نهائيا برج العذراء تتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة هاي الفترة شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحاذر من المشاكل على أنواعها لأن هاي الفترة شوي صعبة لأن القمر أصبح مقابلك تماما طبعا مش كل إشي سيء بالعكد الفترة هاي برضو بتزيد من لطافتك ورقتك وقيمتك الاجتماعية وفترة مناسبة للعلاقات العاطفية وبرضو بلعب نوع اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بالإخوة والجيران تعطيك نوع من أنواع الدعم سرعة البديهة والقدرة على توصيل المعلومة والنشاط برضو عندك موجودة وبقوة ودعم لإلك ممكن تحصل من خلالها أرباح عن طريق سفر أو عن طريق التنقلات أو عن طريق الإقناع أو التسويق بتزيد برضو قوة ملاحظتك وفضولك الفكري بشكل عالي جدا وبتحظى بشعبية وتقدير الآخرين وبرضو لا تنسى أن الزهرة بمكانها بتدعمك بشكل جيد والقمر برضو بعطيك يعني على مستوى البيت أشياء إيجابية وبتدعمك بقوة وبتسود العلاقات المنزلية نوع من أنواع الإنسجام والتوافق بس أهم شيء أنك تبعد عن الغيري عن الشك وبرضو في نفس اللحظة المريخ بيحذر من بعض المجازفات اللي ممكن يتعرضك لبعض المشاكل في العمل وعطارد ممكن شوي يخليك متردد في بعض المسائل أو باتخاذ قرار معين أو حاول قدر الإمكان برضو أنك تحاذر من كلامك ومراسلاتك برج الميزان بيبدأ العمل بتراكم عندكم حاول فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يوم مناسب لممارسة نشاطات أدابية وممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أهم شيء أنك ما تأجل عملك وما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب مساعدة الزملاء إذا دعت الحاجة فترة مهمة جدا أهم شيء أنك تهتم بسلامتك الجسدية طبعا بالنسبة للزهرة تعطيق قدرة على أنك تميل لمساعدة الآخرين والتضحية والإيثار برضو بشكل قوي جدا الشمس بتسهل عليك اكتساب الممتلكات المالية والتحصيل على ترقية أو على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة أو حتى بالأموال يعني زي عمل إضافي أو مساعدة أو حتى أنه بتزيد من نفوذك بالفترة هاي أهم شيء أنك تدير بالك من التبذير بتتمتع بصحة وحيوية عالية جدا خلال الفترة هاي وممكن تجد نوع من أنواع سهولة في تطبيق أعمالك الروتينية أو المنزلية لكن الأهم أنك أنت تنتبه من نزاعات في المنزل أو شقاق أو خلاف مع شركائك بالمال بالعاطفة علاقتك مع الزوج وبرضو العلاقات بتكون فيها نوع من أنواع التوتر ممكن مع رفقاء العمل أو مع الزبائن وممكن ترتكب بعض الأخطاء في آراءك وأحكامك وتجنب التوقيع على الوثائق أو المعاملات المهمة برج العقرب تجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح بوسعكم ومارسة نشاط فني بدعوك للإبكار إلى نشاطاتك وعدم التلكؤ حضر بشكل جيد لعملك وما ترتجل ممكن اليوم تنطلق بمشاريع جديدة أو تتلقى إيجابي أو إشارة مهمة الفترة هاي جيدة جداً ودعمة إلك على كل المستويات عاطفياً وحتى بالحظ أو حتى بالعلاقات اللي إلها علاقة بأفراد العائلة أو الأحبة الشمس برضو بتزيد من حيويتك وبتقوي وظيفة جهازك الهضمي بشكل جيد بتمنحك شخصية متألقة وبتكون متفائل وعفوي وطموح بالفترة هاي برضو طبيعتك بتكون شوي فيها نوع من أنواع التحذيرات إنه بتكون متسلط شوي أو حاد الطباع في بعض الأوقات ممكن اليوم تزيد حاجتك لنيل تقدير الآخرين وبرضو بتمنحك الثقة بالنفس وتسهيل علاقاتك بالمحيط البرضو لا تنسى أن القمر بعطيك فترة حظ قوي وبتقول علاقات العاطفية عندك وبتعرف هاي الفترة نوع من أنواع البهجة الزهرة برضو تعطيك دعم على مستوى مشاريعك وبتحقق لك مساعدة من أصدقائك أو أشخاص دون فوض أما بالنسبة للسلبيات ممكن تتعرض لنوع من أنواع الالتهابات أو الجروح أو الحروق بسبب عملك أو خطأ في مكان العمل أو إصابة بتيجي هيك بشكل عفوي بدك تنتبه وما تجهد حالك كثير وبرضو ممكن هاي الفترة تخلي في نوع من أنواع الإرهاق أو الإجهاد وممكن تكون هاي بسبب عصبيتك أهم شيء دير بالك من سرعة إنفعالك واتجنب اتخاذ القرارات المهمة وكمان انتبه أثناء التنقلات ممكن تسمع أخبار متناقضة خلال هذا اليوم برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية أهم إش إنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد ما بشجعك القمر على تكرار المحاولات وبترتفع نسبة الحضوض عندك بشكل كبير خلال هذا اليوم وبتعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة الأهم برضو إنه الشمس هنا بتزيد من ميلك للأمور الروحانية والأعمال الروحانية والتضحي وبرضو بتعطيك طاقة هائلة جدا بأشياء إلها علاقة بالتواصل وحتى بأشياء إلها علاقة بالاندماج بالمجتمع الزهرة برضو بتعطيك نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة لأمور إلها علاقة بالارتباط أو تطوير علاقة أهم النقاط اللي منحذر عليه منها خلال الفترة هاي إنه بيغلب عليك شوي العنف أو الفضادة في بعض الأوقات وممكن تكون لاذع جدا حتى في انتقاداتك وممكن يسوء تعاملك أو لياقتك خصوصا أثناء تعاملك بعلاقاتك العاطفية فعشان يمكنك تكون حذر وخصوصا حتى على مستوى أفراد العائلة وعطارت برضو ممكن يخليك تتعرض لكلام بسيء لك أو إفشاء أسرار أهم إشي إنك ما تهتم لهاي المواضيع أو لهذا الكلام برج الجدي بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات يوم فترة مناسبة أو يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتعزز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات ممكن تنجح في طرح موضوع حساس وتقدم عمل مهم بالفت النظر والإعجاب برضو علاقتك اليومية أو علاقاتك اليومية وتنقلاتك بتكون ممتعة وبتستفيد من علاقاتك مع المحيط عندك قدرة على التواصل عالي جدا وسرعة بديها للإقناع وممكن يكون لك تعامل زي ما حكينا مع أخ أو جار بيكون سلوكك جيد وممكن تحصل أو تحصل أو يصير فيه نوع من أنواع الاندماج أو يعني يكون فيه نوع من أنواع التكريم أو التقدير أو تقدير الآخرين لإلك برضو هاي الفترة مناسبة لأمور العلاقة بالتنقلات وممكن تتمكن من تحقيق مشروع أو أمني بمساعدة أشخاص دون نفوذ وعلاقات جيدة بتكون مع الأصدقاء أهم النقاط السلبية اللي أنا بدي أحذرك منها إنه الفترة هاي بدك تنتبه على وضع البيت لأنه شوي ممكن يكون فيه بعض الخلافات أو سوء التفاهم أو أعطاء المنزلية أو يعني التصرف ممكن تندم عليه إلو علاقة بالعائلة أو أفراد العائلة كمان هاي الفترة دعم من علاقاتك اللي إلها علاقة مع الأصدقاء ولكن برضو ممكن يكون فيها نوع من أنواع التوتر أو سوء التفاهم بدك تكون حذر برضو من هاي النقاط برج الدلو ممكن اليوم تحصلوا على مبلغ من المال بدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهمش أنك تبحث عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما تستعيد الثقة بنفسك لكن حاذر من المبالغة بمصاريفك أو عطاءاتك ممكن تظهر هاي الفترة مصاريف غير متوقعة أهم إشي أنه خلال اليوم أنه الشمس برضو بتحقق لك نوع من أنواع النجاح على المستوى الإجتماعي وممكن بفضل مساندة أشخاص ذو نفود وممكن تحصل على أو تحصل على ترقية أو منصب أو سلطة وممكن تحظى بثقة واحترام وتقدير الآخرين اليوم برضو أعمالك تجد نوع من أنواع السهولة وممكن تحصل أو تحصل على أموال أو أرباح بتكون بشكل جيد أو مفاجئ تستفيد من مكاسب عن طريق الزواج أو شراكة أو نوع من أنواع الهباد أو مستردات لإلك كديون ممكن تحصل عليها أو أتعاب إلك قديمة أو أشياء يعني بتحاول أنك تستردها قديمة لإلك الأهم التحذيرات اللي أنا بحذرك منها أنه أنت بتميل لإهمال مشاريعك وممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية لشبهة أو لانتقاد عليك التحلي بالصبر وبرضو ما تدخل بأي شيء ممكن يشوه سمعتك مهما كان والمريخ هنا بزيد من عدوانيتك اللي ممكن يسبب لك خلاف أو صوت فاهم وبدك تتجنب التنقلات والأسفار أو حتى تنتبه أثناء تنقلاتك وأثناء السقف أسفارك من نسيان أو من تعطيلات ممكن تصيب هذا المكهن برج الحوت بتبدأ اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم بتعزز معنوياتك بشكل جيد وبتتحمس للمبادرة والإدخال تعديلات على حياتك هاي فترة نقدر نقول إنها بداية جديدة فترة حافلة بالنشاطات بتنتظرك مفاجئة أو خبر صار أو استعداد أو يعني استعداد لورش جديدة تعتبر هاي من أفضل أيام الشهر إذا استغلتها بشكل جيد القمر بيدعمك بشكل قوي جدا بتقضي فترة من الهدوء السكيني والطمأنيني على المستوى النفسي وبيزيد ذكائك وطموحك وبتكون كريم متسامح ومتفائل في نفس الوقت فترة مناسبة للتنقلات للعطلة لأخذ إجازة مثلا للسفر لا أي شيء إلو علاقة زي ما بقولوها حتى بالتواصل الخارج تواصل مع الأجانب إنجاز مراسلات مشتريات كلها هاي الأمور بتكون داعملة إلك بشكل قوي والزهرة تعطيك يعني نوع من أنواع السعادة الزوجية أو التفاهم الجيد ما بينك وبين الزوجة أو الزوجة وتحسين العلاقة مع الشركاء حتى بالعمل الوقت هذا برضو مناسب لبعض الأشخاص اللي بدون يطوروا علاقة لارتباط أو زواج أو عقد شراكة أو عقد ارتباط تصفية خلافات أو مصالحات الفترة هاي برضو بتدعمك بقوة ولكن أهم النقاط السلبية اللي بدك تنتبه منها بالفترة هاي اللي هي النزاعات مع رفقاءك في العمل أو مع رئيسك لأسباب مالية وعليك إنك تتجنب التبذير في الفترة هاي عليك الحذر من الوعود لأنه كلما يتم الوفاء بوعد بهاي الفترة مش أنت اللي بتوعد ممكن شخص يوعدك بشيء وما يقدر يوفي فيه وبرضو أنت بالمقابل ممكن هذا الشيء يصير عندك يستحسن تجنب التنقلات الخطرة وبرضو انتبه أثناء تنقلاتك يعني بمعنى آخر من فقدان أو نسيان أو سرقة أو احتيال أو تأخير بعض الأشياء اللي ممكن أن تكون بحاجة لنقلها أو استقدامها يعني بفضل أنه تتأجل لحديث ما يصير عطارد سعيد لأنه في بيتك التاسع فعشان هيك هو ممكن يعطل عليك بعض هاي المسائل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر